السلام عليكم مشاهدين الكرام وأسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج نقاط هذه الحلقة نناقش فيها ثلاثة محاول كالمعتاد نبدأ بالمحور الأول نتحدث فيه عن إصرار ميليشيا الحوثي على حرمان الأطفال من حقهم الطبيعي في تلقي جرعات التلقيح ضد شلل الأطفال أما في المحور الثاني هذا المحور نتوقف مع معاناة اليمنيين جران قطاع خدمة الإنترنت ودخولهم حالة العزلة عن العالم وكيف انعكس ذلك على حياتهم ويومياتهم في المحور الثالث هذا المحور نناقش فيه أبعاد ودلالات تشويه ميليشيا الحوثي للبطولات الرياضية واستخدامها لأغراض طائفية لا يختلف اثنان على أن انقلاب تحالف صالح والحوثي على الشرعية اليمنية في سبتمبر 2014 هو السبب الأساسي لكل الكوارث التي يعيشها الشعب اليمني منذ سبع سنوات رغم سيطرتها على أكثر المحافظات سكاناً إلا أن ميليشيا الحوثي فشلت حتى في إدارة حي سكان نهيك عن مديرية أو محافظة ومن حين لآخر تفرض الميليشيا على المواطنين في مناطق سيطرتها قرارت تعكس طغيانها ولا مبالاتها بحياة الناس ومع ذلك حرمان أو من ذلك الإجراءات التي تتخذها الميليشيا هو حرمان الأطفال في مناطق تقع تحت سيطرتهم من حقهم الطبيعي في تلقي الأمصار الخاصة بشلل الأطفال أدى ذلك إلى ظهور حالات جديدة بالفيروس في محافظات صعدة وحجة التي حال الحوثيون دون وصول برنامج القضاء على شلل الأطفال إليها منذ نحو ثلاث سنوات إذن عن أبعاد ودلالات ومخاطر حرمان الميليشيا للأطفال من تلقي لقاح مضاد لشلل الأطفال سيكون نقاشنا مع ضيف المحور سيكون ضيفنا سيد تيسير السامعي نائب مدير التفقيف الصحي بمحافظة تعز أرحب بضيفي إذن أولا سيد تيسير أسعد الله من ساك بكل خير أهلا وسأل أحياك الله أخي شادي وتحية طيبة لك ولكل الزبلاء في قناة بلقيس أهلا بك سيد تيسير يعني مع عودة أو الإعلان عن عودة تفشي شلل الأطفال في اليمن ونتساءل هنا ما هي دلالات سياسة الحرمان التي تمارسها ميليشيا الحوثي بحق الأطفال أولا من حق التعليم وبحجدهم أيضا إلى جبهات الموت ومن ثم حرمان الأطفال الرضع من حقهم الطبيعي والأساسي في أخذ لقاح شلل الأطفال طبعا أخي شادي أولا بداية هنا يجب أننا ننظر إلى الموضوع من منظور إنسان بحث يعني بعيد عن التقاذب السياسي أو الصراحة السياسي أنا كصحفي متخصص بالإعلام الصحي أو أيضا كواحد أعضاء القطاع الصحي في اليمن أعبر عن أسف الشديد لعودة شلل الأطفال من جديد إلى اليمن بعد مرور أكثر من 13 عاما على إعلان اليمن خالية من هذا الفيروس طبعا كانت آخر حالة سجلت في اليمن في فبراير 2006 وبعد ذلك ظلت اليمن لمدة ثلاث سنوات لم يسجل فيها أي حالة إصابة وفي عام 2009 تم إعلان اليمن خالية من فيروس شلل الأطفال وكان هذا يعتبر إنجاز كبير جدا لليمن تحقق بفضل الجهود الكبيرة التي بدلتها الكوادر الصحية وزارة الصحة والبرنامج الوطني الموسع للتحصين بالقضاء على فيروس شلل الأطفال وكان هذا منقذ كبير جدا وللحفاظ على هذا المنقذ أيضا بدلت جهود كبيرة جدا خلال السنوات الماضية كان هناك حملات وطنية تم تنفيذها بشكل دوري على مدى السنوات الماضية إضافة إلى التلقيح الروتيني الذي تم إيصاله إلى كل مناطق اليمن وكان هذا بفضل الجهود الذي بدلها البرنامج الوطني للتحصين الموسع الذي كان يشرف عليه توادر يمنية طبعا كانت على مستوى عالي من التأهيل وكانت تبدل جهود كبيرة جدا والحمد لله كان هناك تطور كبير في هذا المقال يعني خلوة اليمن من الشلال الأطفال كان يعتبر منقذ كبير لكن كانوا يصرحون ذلك سيد تيسير ولو قاطعتك هنا كانوا يصرحون حينها هذا المركز المتخصص باللقاحات وأيضا وزارة الصحة بأن ميليشيا الحوثي التي كانت تفرض سيطرتها حينها على محافظة صعدة تحديدا بأنهم يمنعونهم من دخول المحافظة لتقديم اللقاحات الطبيعية التي يحتاجها الأطفال وبالتالي اليوم أصبحت سيطرتهم على الكثير من المحافظات التي تقع تحت سيطرتهم ويمارسون نفس الأسلوب ونفس الأفكار التي كانت حينها قبل أن يتمددوا ويصلوا إلى صنع وبقية المحافظات طبعا أخيش هذه أنا أحب هنا أن أؤكد وأقول بأنه اللقاح سواء أنك اللقاح شراء الأطفال أو اللقاحات الأخرى أو اللقاح كوفيد 19 كل اللقاحات هذه تعتبر حق إنساني لا ينبغي لأي جهة أن تمنعها عن الناس وهذا أنا أعتبر بأنه منع اللقاح يعتبر قريمة فلا ينبغي أن يمنع طبعا في السابق أيام السنوات الماضية كانت الحملات تنفذ في كل مناطق الجمهورية لكن لم يكن هناك أحد يقرأ على منع وصول اللقاح لكن كان يتم تشويه عقول الناس من خلال أفكار مغلوطة وإشاعات مغلوطة كانت توحثار حول اللقاح فكان يحدث رفض من قبل البعض لكن في السنوات الأخيرة بعد اندلاع الحرب طبعا طبعا أول حاجة تم التدخل السافر في القطاع الصحي وتم تهميش الكوادر الصحية الكفأة والمؤهلة والمدربة التي كانت تشرف على البرنامج الوطني للتحصيل الموسع وإتيام بأشخاص ليس لهم علاقة لا بالتحصيل ولا بالصحة ولا لهم علاقة بالجانب الإنساني وتدخلت السياسة بقوة وأدى إلى تدمير القطاع الصحي نحن كنا منذ بداية هذه الحرب ونحن نطالب أن يبقى القطاع الصحي قطاع محايد بعيد عن الصراع السياسي ويبقى الأطباء والعاملين الصحيين والعاملين في القطاع الصحي يعملون بعيد عن الصراع السياسي وتبقى البرنامج الوطنية مثل البرنامج الوطني للتحصيل الموسع والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والبرامج الأخرى من رابع البرهاسية والملارية هذه البرامج كانت برامج إنسانية بحتة وهي مدعومة منظمات دولية كانت تعمل على الحد من انتشار الأمراض وحققت نقاح كبير جدا خلال السنوات الماضية لكن التدخلات السياسية أدت إلى تدمير هذه البرامج والأسف الشديد اليوم صرنا نعاني يعني إعلان حالات جديدة بإصابة بشلل الأطفال يعتبر كارثة اليوم لدينا أكثر من 40 حالة اليوم التي تم تسجيلها إصابات جديدة بشلل الأطفال منظمة الصحة العالمية تقول أن حالة واحدة تعتبر كارثة يعني ظهور حالة واحدة مؤكدة بشلل الأطفال في أي بلد تعتبر كارثة وهذا قد يؤدي إلى إصابة مئات الآلاف أو عشرات الآلاف من الأطفال بهذا الفيروس الخطير الذي قد يؤدي إلى إصابة أطفالنا بشلل نعم إذن طيب هو أيضا من ضمن الأفكار التي تستخدم اليوم لحرمان الناس من اللقاحات تسمعوني سيد تيسير سيد تيسير هل تسمعوني ألو تسمعوني الآن سيد تيسير لا أدري يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال إذن تسمعوني الآن نعم إذن يبدو أن هناك مشكلة سيتم حلها وسيعود إلينا ضيفنا مرة أخرى إذن مشاهدينا نناقش اليوم دور المنظمات في تقديم الدعم للقطاع الصحي وتقديم اللقاحات لعامة الناس في اليمن ولكن هذا الدعم وهذه اللقاحات لا تصل إلى مستحقها بسبب التعنت والتوظيف السياسي والعقائد في هذا الجانب وهناك الكثير من المحافظات الواقعة تحت سلطة ميليشيا الحوثي تمنع التواقم الطبية من القيام بدورها الأساسي وتقديم لقاح شلل الأطفال وبالتالي كما يتحدث ضيفنا هناك حالات كشفت في اليمن وبالتالي منظمة الصحة العالمية ترى بأنه لو كشفت حالة واحدة في بلد ما مصابة بشلل الأطفال فهذا أمر كارثي وقد ينصاب العشرات أو عشرات الآلاف من الأطفال بهذا الفيروس إذن مشاهدينا سنذهب الآن إلى فاصل قصير رثما يجهز ضيفنا من جديد ونعود لإكمال النقاش ابقوا معنا توقع أربع ساعات اللي حصولوا على دبنا ومعنا بمي حتى نصلح ببيتنا ونضف بوا ونجي نحن الصابح نعبه وأبويا بالليل يعبه المياه نشرب من الغيل النامس والبعض موجود والقعلم موجود والبكتيريا موجودة بالمياه سبب لنا كثير من الأمراض والمشاكل نحن في هذه المناطق نعاني من أشياء كثيرة أولها الماء لأن الماء العذب عندنا قليلا يسرح من الصباح إلى حتى ظهرا فوق المواجي إذن مرحبا بكم مشاهدينا مجددا وأعود لضيفي من جديد السيد تيسير السامعي سيد تيسير مرحبا بك معنا من جديد هل تسمعني الآن؟ أسمعك أسمعك أخي شادي حياة أهلا بك نتساءل هنا فيما يتعلق بالتثقيف الصحي يعني هناك فكرة تسوق لها الميليشيا يعني ربما من قبل أيضا سيطرتها على العديد من المحافظات هو بأن هذه اللقاحات سواء كانت لقاحات فيروسات الكبد أو شرر الأطفال أو كورونا أو غيرها بأن هذه اللقاحات يعني تعطى للأطفال كي ينشأ جيل محب لأمريكا وإسرائيل كون هذه اللقاحات مصنعة بأمريكا وإسرائيل وهذه القصص وهنا الكثير من الناس يتأثرون بهذه الأفكار وأصبحوا يرون الأمور بهذا المنطق فكيف تجدون هذا الأمر طبعا هذه إشاعات من الإشاعات التي تروق لها والأسف الشديد أنه وقدت لها من يسمعها وينشرها ويتناقلها نحن نؤكد بأن اللقاح هو علاق لا يختلف عن العلاق الذي يأخذ من الصيدلية يعني اللقاح من صنع اللقاح هو من صنع المضادات الحيوية والمسكنات والأدوية الأخرى يعني فاللقاح هو علاق وقاية إذا كان المضادة الحيوية علاقي فاللقاح يعتبر علاق وقاية يمنع حدوث الإصابة فهنا الترويق لهذه الأفكار تعتبر يعني يعني بنظري أرى أنها قريمة يعني أنه ترويق لأفكار مغلوطة نحن نؤكد ونقول أنه اللقاح هو حق إنساني وهو منتق إنساني أنتقته البشرية من أقل القضاء على أمراض خطيرة كالشلال الأطفال والحصبة وكثير من الأمراض التي كانت تفتك بالأطفال وتفتك أيضا بالكبار وأصبحت الآن بإسفادة للقاحات يعني أختفت وتلاشت يعني بفضل الله سبحانه وتعالى فأعتقد أنه هذه الأفكار التي ترويق هي تعتبر يعني قريمة في حق المواطن وأنا هنا أعول على وعي المواطن بالدرجة الأولى نحن نقول للمواطنين أنهم لا يلتفتوا لهذه الشائعات وعليهم أن يأخذوا أطفالهم لأخذ اللقاحات واللقاحات الروتينية وأيضا الاستجابة للحملات الوطنية التي تقوم بها وزارة الصحة بشكل دوري فهذه اللقاحات هي أصلا هي الكفيل بالقضاء على الفيروس وأكبر دليل على ذلك أنه شلل الأطفال أن اليمن في عام 2009 أعلنت رسميا خلوها من شلل الأطفال وكان هذا بفضل اللقاحات والحملات الوطنية والحملات التلقيح الروتيني وأيضا انتشار خدمات التلقيح إلى كل مناطق اليمن فأعتقد أن اليوم الذين يروقون لهذه الشائعاتهم يريدون أن يدمروا الحاضر ويدمروا المستقبل أيضا فهذا مستقبل أطفالنا أطفالنا الذين سيصابون بشلل الأطفال وسيتعرضون للعاقة هؤلاء سيسكلون علينا عايق كبير جدا في المستقبل وسيحرمون البلد من طاقة إنتاجية ربما يمثلها هؤلاء الذين هم أصلا عماد المستقبل وهم قيل المستقبل فأنا أقول لهؤلاء إلا الناس الذين يروقونه مثل هذه الشائعات إذا كنتم قد دمرتم الحاضر فتركوا لنا المستقبل لعلنا نجد وطن آمن مستقر في المستقبل ينعم بالصحة والعافية ويقد طاله وشبابه الخير في المستقبل إن شاء الله تعالى فأنا هنا أنادي نادي المواطنين بأن لا يلتفتوا مثل هذه الشائعات وأن يستجيبوا وأن يأخذوا أطفالهم لأخذ اللقاحات الضرورية الموجودة أصلا في المراكز الصحية وأيضا أناشد زمالانا الأطباء خاصة في مناطق صعدة وفي صنعة وفي حقة وفي كثير من هذه المناطق أن يعملوا بعيدا عن الطراع السياسي والتقاذب السياسي وأن يكون الإنسان هو هدفهم الأول والأخير فأنا أعتقد أن الطبيب عليه أن يقوم بدوره وأن لا يسمح لأحد الساسة لهؤلاء الساسة وتقار الحروب أن يتدخلوا في أعمالهم أنا أعول هنا كثير على زمالانا الأطباء بأن يتقوا الله وأن يعملوا كل ما بوسعهم من أجل لا يحرموا الأطفال من قرعة اللقاح الذي تعتبر اليوم هي السبيل الوحيد للقضاء على كثير من الفيروسات وأمها فيروس شراء الأطفال فأنا أقول أنه اليوم ظهور أكثر من أربعين حالة هو يعتبر كارثة وهذه الحالات وراءها مئة الحالات التي ربما قد تكون لا يعلم عنها شيء فالوضع خطير جدا هناك سيسير ترتيب لحملات هناك إعلان من وزارة الصحة أن هناك ترتيبات لحملات شاملة للقاح ضد شلل الأطفال وبالتالي أيضا أنت كما تحدثت بأن منظمة الصحة العالمية عندما تكشف حالة واحدة في بلد ما تدق ناقوس الخطر لهذا الظرف وبالتالي هناك منع واضح وصريح في بعض المحافظات اليمنية من تقديم هذه اللقاحات نتساءل هنا ما هي المخاطر المترتبة على هذا الأمر طبعا مخاطر عليها طبعا وزارة الصحة التابعة للحكومة الشرعية هي أعلنت على إقامة حملة وطنية شاملة لتنقيح الأطفال بدون شن العاشرة ضد شن الأطفال لكن هذه الحملة لن تؤتي ثمارها ما لم تنفذ في كل مناطق اليمن فبالتالي يجب أن تشمل كل مناطق اليمن حتى نستطيع أن نضمن أن جميع الأطفال دون سن العاشرة قد أخذوا اللقاح لكن المنع الآن الصراع السياسي الذي منع أيضا إقامة هذه الحملة يعتبر شيء مؤسف جدا فأنا أتمنى أيضا من منظمة الصحة العالمية أن تقوم بدور كبير جدا وتمارس الضغط على من يمنع إقامة الحملات الوطنية على مستوى اليمن مرضمة الصحة العالمية لهم هي معنية بالوضع الصحي في اليمن ويجب عليها أن تقوم بدورها وتمارس دورها من خلال كونها مشرف على القطاع الصحي في اليمن لذلك أنا أرى أنه منع هذه الحملات أنا بنظري أنه يعتبر شيء مؤسف وكما ذكرت وقلت أن اللقاح هذا حق إنساني ومن حق كل إنسان أن يحصل على اللقاح سواء كان لقاح صلى الأطفال أو لقاح كوفيد 19 أو أي اللقاحات أخرى كما يحصل على قرعة المضاد الحيوي والمسكنات التي الآن موجودة في كل الصيدليات أعتقد بأن اللقاح يجب أن يتوفر كما يتوفر بقية العلاقات نعم طيب يعني هناك ستة أوبئة وهذه الأوبئة تحتاج إلى لقاحات وبالتالي نتساءل هنا من هي الجهات المعنية بحماية هؤلاء الناس الكثير من المحافظات والمناطق التي تسيطر عليها الجماعة تمنع هذه اللقاحات بل وتقوم بكل العراقيل لعدم إيصالها وتوزيعها إلى الناس يعني من هي الجهات المعنية والتي بيدها فعلا حماية الناس من هذا الواقع أولا لجهات المعنية أنا أعتقد أن وزارة الصحة يجب عليها أن تقوم بدور كبير وأن تمارس يعني أن تقوم بكل ما هو عليها من أجل إيصال اللقاح لكل مناطق اليمن إضافة إلى المنظمة الدولية منظمة اليونسي فالصحة العالمية أيضا منظمة الأخرى العاملة في الحق الإنساني يجب أن تقوم بدور كبير أيضا أنا هنا المواطن المواطن هنا يجب أن يقوم بدوره عليه أيضا أن يقوم بدور كبير جدا لأن المسألة متعلقة بأبنائه بأبنائه الأطفال الذين هم جيل المستقبل فأنا أعتقد أنه من حق الآباء أن يحصل أبنائهم على اللقاح لذلك يجب أن يقوموا بدور أنا هنا أيضا زملائنا الأطباء يجب أن يكون لهم دور كما ذكرت سابقا بأنه يجب عليهم أن يمارسوا عملهم بعيد عن التقاذب السياسي أنا هنا أتكلم من منظور إنساني بحث لا أحب أن أخوف في الغمار الصراع السياسي لأنه نحن نريد أن يكون الموضوع الإنساني وأن نخاطب الضبير الإنساني حتى نحمي أطفالنا بعيد عن الصراع السياسي أو التقاذبة السياسية فالموضوع هنا المعنى في بوء كل القهات الإنسانية نعم وضحت الصورة أشكرك جزيلا شكرا سيد تيسير السامعي نائب مدير التدقيف الصحي في محافظة تعز كنت معنا هناك شكرا جزيلا لك ننتقل مشاهدين لنقاش محورنا التالي ثلاثة أيام بلياليها عاشها اليمنيون معزولين عن العالم جراء انقطاع كل لخدمة الإنترنت وتوقف تطبيقات التواصل الحالة من الإرباك كان عنوانها القلق عاشها المغتربون خصوصا من لهم أقارب في مناطق سيطرة ميليشيال الحوثي ورغم سوء الضرف إلا أن روح النقطة والفكاة حضرت وانطلق الخيال العام في افتكار بدائل والحديث عن حلول ممكنة لكسر حالة العزلة التي نتجت عن انقطاع الاتصالات كيف تأثرت حياة اليمنيين بهذا الانقطاع الذي لم تعرف حتى الآن أسبابه الحقيقية وربما لعدم الثقة في الرواية الحوثية وما البدائل التي لجأ لها الناس لتجاوز المشكلة المؤقتة نناقش ذلك مع ضيفتنا بعد أن نتابع سويا مشاهدين هذا التقرير من استخدام شبكة الإنترنت إلى البحث عن بدائل أخرى هكذا وبشكل مفاجئ تبدل حال محل سكاينت الوقع في التحرير الأسفل وسط مدينة تعز بعد انقطاع خدمة الإنترنت بشكل نهائي انقطاع تسبب بمضاعفة الأعباء المالية لمالك هذا المحل لكننا نأتي إلى هنا لنتصفح الإنترنت ونبحث على كل ما هو جديد ولكن عندما تم انقطاعه بدأنا نبحث على الأفلام القديمة والمسلسلات وبعد أيام من توقف خدمة الشحن الفوري تمكن مقدم خدمات الهواتف الذكية من استئنافها وذات الوضع انطبق على محلات الصرافة بعد توفر البديل بيعتنا نيت ورصيد اتصال الآن بسبب انقطاع النيت أصبح المواطن ما يستخدمش النيت نهائيا يعني بدلا ما كنا نعبي باقات نيت الآن عبي باقات اتصال فقط رصيد أساسي كمان معنا تطبيقات اللي منتشرة في السوق أصبح الآن متوقفة قاب الشركة لنا بدائل اللي هو روابط محلية واستخدمنا الستلايت والمر صناعية لكن ما زال الاضطرر موجود بشكل كبير نحن كصرافين لما نتأثر في انقطاع النيت هناك البدائل منها الستلايت عبر القمار الصناعية ونحن الحمد لله نستقبل ونرسل حوالات المحلية عن جميع الشبكات تأثيرا مباشر لانقطاع خدمة الانترنت طال حياة جميع السكان هنا خاصة أولئك الذين يعتمدون عليه كمصدر دخل وحيد فضلا عن تأثير هذا الانقطاع على جوانب التواصل الاجتماعي والتعليمي وعلى معرفة مستجدات أحداث البلاد التي لا تهدأ حتى تعود من جديد مهى علي قناة بلقيس تعز إذن نبدأ النقاش مع ضيفتنا ونذهب لترحيب بها سيدة علا علي ناشطة شبابية أرحب بضيفتي سيدة علا بداية مساء الخير أهلا بك سيدة علا يعني الانقطاع انقطاع على الانترنت ثلاث أيام بلياليها وهناك آلاف المغتربين اليمنيين ولديهم أسر في الداخل ربما أنت واحد من هؤلاء يعني كيف عشتم هذه التجربة أنا سمعتك في التقرير بتقول إن هي ثلاث أيام أنا آخر رسالة يمكن توصلتها مع أهلي كان هو يوم الخميس فتقريبا هي أربع أيام وأربع أيالي أي خالص ما كانش وصلنا إحنا أي رسائل زي حالة الكثيرة في الخارج بنرسل رسائل ما فيش حاجة توصل ما فيش أي رسال فما كاش قدمنا غير أنه أتصل على أهلي دولي يعني هذا اللي كان في فترة حالية يعني يتصمن على الوالد الوالدة باقي الله طيب فيما يتعلق بالضرر يعني هناك ربما معظم الناس أو جميعنا نعيش على الانترنت الأعمال والتواصل وتصفح مواقع التواصل الاجتماعي وأمور كثيرة وبالتالي نتسأل هنا من خلال هذا الحدث من هي الفئات الأكثر تضرراً بهايك بالشكل العام إحنا مثلاً أنت شادي خارج اليمن أو أني خارج اليمن حياتنا كلها مرتبطة بالانترنت شغلك كل شيء حتى أن أنت تحقز موعد أو للدكتور أو تنسق لأي مشوار الانترنت كثير نحتاجه فأتخيل أن هذه الأساسيات ليست موجودة في اليمن ضد الإنقطاع الكهرباء كان سابقاً الآن الانترنت كمان هي الحاجة البسيطة التي هي مختلفة أساسية كثيرين مقتربين في الخارج يطمنوا على أهلهم خصوصاً أن الفترة الأخيرة هذه الأربع أيام يعني القصة شديدة على صنعاء بالفعل هناك المشترى الكبيرة في الفعل بالضبط يعني أنا كانت أهلي في صنعاء ونص أهلي يعني الوالدة وأختي في صنعاء والنص الباقي في تعز وكمان حصل الفترة قبل يوماتين حصلوا قص لمزل خالتي إنس الثقافة الله يرحمها اللي هو بيت العقيد عبدالله القني فكانت الله يرحمهم يرس فكان الوضع جداً يعني متعرفش سعرطة بإش الباقي إش اللي حصل طيبة نسمع بس أنا كانت في الفترة الأخرى أنا قد لك كثير بطلت أشوف الأخبار يعني بس طريت أشوف الأخبار لأنه دائماً قص متواصل واندت شي تطمنت تطمن كيف الناس تتعز كيف الناس تصنع كيف الناس تلح جيدة يعني إذا أقاربك محيطة الصعب كان يعني مش محتى يعني يقاد الأيام اللي فاته كان واحد صعب والله يعني أنا آخر شي تطلت التصاعل فقط تطمنون أنتم بخير كل شي تمام نعم إذن علاء يعني نعزيك في وفاة أحد أقاربك بهذه الغرة ورحمة الله عليها وبالتالي نسأل هنا أيضاً فيما يتعلق بهذا الانقطاع هناك من تحدث بأن هذا الانقطاع كان له جوانب إيجابية كثيرة هل بالفعل ذلك يعني من منظورك؟ يعني أنا مش قادرة أشوف الجوانب الإيجابية أنا شفتها بعد فترة أخرانية روح النقطة ونتحاول تخفف والشباب يلعبوا بطة بدل ما يلعبوا قاتلوا على النت يعني إحنا إحنا في اليمن عموم بنحاول نخفف الحياة يعني أي مصاعب الحياة بنقلبها بنقال طريقة سحرية نحن نتعود عليها ونتقبلها بس القوانب الإيجابية ما أعتقدت يعني أن يعني أقول لك يا أولاً أنه البعض البعض أنه بفترة انقطاع الانترنت اكتشف أمور كثيرة وأحد عرف أنه عنده أخوان صاروا بالقامعة يعني ما أقول لهذه الدرجة يعني أقصد أنه الانقطاع هذا قول روابط الاجتماعية والأسرية بشكل أكبر هل بالفعل يعني قد يكون انقطاع الانترنت بهذا الجانب شوف هو ممكن في محيط الأسرة في البيت الواحد أنه أنا بدون مجلس على الناس ومسك تليفوني لا بروح أشوف أختي لي في الغرفة الثانية أخي أبي ونقص يتكلم لكن في المحيط مثلا خارج الأسرة كيف توصل مع الناس كيف تواصل مع أهلك يعني أكيد كل أسرة يمنية عندها حد مغترب في الخارج أو صايرين في الفقص الحالي محسعد بيتصل بتلاقي بيبعث رسالة والله عمه في الحديدة والخالطة في عدن فهذولا كيف يوصلهم من غير الانترنت إذا تكلمنا على أنه وخصوصا بظل عدم الاستقرار الأمني اللي بنتكلم عليه نحن في وظلات استثنائية متعرفش أشي يحصل بين يوم وليلة نعم طيب علاء يعني نحن الآن في عام 2022 يعني حدث كهذا وانقطاع انترنت عن بلد ذي أكمل يعني نوع أو يعتبر شيء كارثي من هي الجهة المسؤولة برأيك بعدم تكرار مثل هذا الحدث أصابع الاتهام نحن في اليمن كثيرة بس نحن نقدر نقول أنه قصف السحال لمبنى الاتصالة كما وردت عن مصادر أمنية في اليمن أعتقد هي السبب الرئيسي وخصوصا أنه الفترة اللي فاتت كانت صنعات تحت القصف الحديدة صعدة فهذه الأشباب اللي تختر على المواطن نعم طيب يعني ما المطلوب برأيك لتجنب تكرار أو حدوث يعني هذا الأمر برة أخرى يعني هذا السؤال تتكلم على أنه لو دولة تقدر تحكم نفسها بنفسها نعم بس إحنا اليمن كلها في يوم وليلة قونا بحرنا محكوم بقوة خارجية فما أعتقدش أنه إحنا نقدر نسيطر على هذا الشيء بس اللي نقدر نقوله أنه لابد يتم تفعيل المحاسبة قتل أرواح الآمنين في منازلهم القفل العشوائي هذا اللي يحصل في كل المناطق سواء كانت من مناطق التي تحت ستطر الحوثيين في تعز أو في المناطق اللي هي بيقصد فيها التحالف في صنعاء وباقي الشمال اليمني أنه يتم حاسبتهم يتم أنه مش بس أرواح لأنه إذا كان الشخص عدوه في أساساً بيقتل الأرواح وشايف أن هي هذه لا محاسبة فهو بيستمر فبالنسبة للإنترنت هذا كمان وإيش يعني يعني هذا هذا اللي صالحه طالما أنه بيمنع أي أصوات يمنية توصل للخارج يقول آه وشوفوا إحنا إيش اللي يصنر في اليمن فهي فعلاً مناخب الخطط خصوصاً أنه القضية والصراح في اليمن أساساً مغيّة يعني ما حدش كثير عارف أساساً إيش اللي يحصل في اليمن لقنوات الإعلام الأوروبية أو حتى العربية على صعيد مواقع التواصل الاجتماعي علا يعني فترة غياب اليمنيين في الداخل عن يعني حضورهم في مواقع التواصل كيف وجدتم الوضع؟ هل كان هناك نقص مثل ما يرى البعض بأن غيابهم أثر بشكل كبير؟ هو كل ما كان فيه مستخدمين أكثر كل من الداخل خصوصاً يكون فيه قدرة على أن الناس اللي في الخارج توصل أكثر هذا حقيقة لكن كمان في مراكز يمنية للدراسات والعلوم السياسية مراكزها في هنا في بريطانيا في معاه مراكز في أمريكا بس أيضاً هذه المراكز تأثرت لأنه تأخذ المعلومات من الداخل اليمني فطبيعي يتم استأثر في إيصال المعلومات من الداخل بس هو طبعاً احنا لاحظنا يعني بعودة الإنترنت ربما رواد مواقع التواصل الاجتماعي احتفلوا احتفل وكأنه الداخل على الإنترنت من اليمن بعد هذه الأزمة كأنه مغترب راجع من غربة فكيف تابعتهم الواضح؟ والله شوف احنا شعب بسيط عرفت يعني الحاجات هذه اللي ما تنذكر برع احنا بنشوفها حاجات كبيرة للأسف بس فعلاً أنا فرحة يعني أنا بالأخص أمس رقع النت بالضبط الساعة عندي هنا بتوقف بريطانيا عشر إلا ثلاث دقاء يعني لا بنؤذلها وبنحسب لها وكأنها حاجة كبيرة لكن بكلم زوجي زوجي مش عربي فبقولوا النت رقع ففي حاجة تفاصيل اللي هو يعني إيش يعني لكن بالنسبة نحنا كبيرة طبي اللي يحصل في اليمن وعودة النت لأنه عودة أنت ترقع تتطمن على أهلات يعني احنا والله الأربعة اللي يمن اللي فات حسيت أنه أنت في غربة مثلاً زارت أكثر لأنه صارت خلال كل يوم تقول يا رب إن شاء الله أصحى على خبر كويس إن شاء الله ما يقينيش أخبار مزدعة فالخير لما تتقطع عنك كل شيء لا أكيد لما ترقع احتفال استهل الاحتفال وضع صعب بالفعل إذن نتمنى يعني أن لا تتكرر هذه المشكلة مرة أخرى وأشكرك جزيل الشكر على تبايدك معنا في هذه الحلقة الناشطة الشبابية علا علي شكراً جزيلاً لك وننتقل مشاهدين لمحورنا الثالث لم تترك ميليشيا الحوثي مجالاً ولا مكاناً في نطاق سيطراتها إلا وعملت على تطيفه وتوظيفه كرة القدم لم تكن استثناءاً إذ فرضت على ناديي الأهل والوحدة بصنعاء خوض منافسة على كأس الضابط في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني المتهم بإشراف وإدارة العديد من شرائم الإبادة في سوريا والعراق واليمن الأمر الذي أثار غضب اليمنيين الاتحاد اليمني لكرة القدم رفض ذلك بشدة وأصدر قراراً بمعاقبة الناديين وذلك بفرض غرامة مالية مقدارها مليون ريال على كل منهما بسبب ارتداء لاعبي الفريقين ملابس تحمل صور ذات دلالات سياسية إذن كيف يمكن النظر لهذا التصرف من قبل الميليشيا وكيف يجب منع تكرار ذلك ليس من قبل الميليشيا فقط بل من أي جهة أخرى تعمل على توظيف الرياضة سياسياً هذا التساؤل وغيره نناقشه مع ضيف المحور بعد أن نتابع سويا المشاهدين هذا الاستطلاع ما قام به مؤخراً برعاية دوري قاسم سليماني هو يعبر عن سياسة الميليشيا الحوثية التي تتبع نهج إيران والنهج الاحتلالي الإيراني وهذا يعبر عن ثقافتهم التي لا تتبع ثقافة اليمنين هذه الفعاليات ربما تستفز مشاعر اليمنين وتسيي للشعب اليمني الذي يقدم الكثير من التضحيات بما أن هذه الأسماء التي تحملها البطولات هي أسماء لشخصيات غير مرغوبة فيها أو شخصيات متورطة أو في الإرهاب هذه مدانة من الشارع والشارع يرفضها ونطالب اتحاد كرة القدم باتخاذ إقراءات رادعة تقاه كل الأندية التي تتورط في مثل هكذا أنشطة مسيئة للشعب اليمني نعتقد أننا طبعاً تلك ثقافة هذه القماعة التي طبعاً تساعد إيمان إلى أن تتدخر أو تشوه ألق هذا التاريخ الذي نحن ننتمي إليه كل مناسباتنا بغي أن تحكيس حقائق ما يعنينا نحن كيمنين اليوم أن يذهب الحوثيون إلى فعالية طبعاً بأسم سليم من هو هذا البنية؟ من هو قاسم سليم؟ ماذا يعنينا بالنسؤل لنا كيمنين؟ ولدينا من الشخصيات التي طبعاً تزخر بها طبعاً ذاكرتنا ويزخر بها تاريخنا التي ينبغي أن نفخر ونرفع رؤوسنا فيها فخراً قاسم سليمي هذا لا يعنينا هذه القماعة تحاول أن تلخبط علىها مش واقعنا لكنها في الأخير هي لا تفعل أكثر من ممارسات لن تجد لها أثر على واقعنا ولن يكون لها في ذاكرتنا يحضور ويوجد من أول دقيقة إن شاء الله تسيس العمل الرياضي ومسخه بالذهب إلى رصيف السياسة النتنة وليست السياسة الراقية أن تذهب ميليشيات عنصرية متخلفة عميلة للإيران بعمل دوري رياضي داخلي خارج عن الأطر تابعنا مشاهدين هذا الاستطلاع ونذهب لترحيب بضيفنا تنظم لنا عبر الأقمار الصناعية من مارب السيد علي نجيب لاعب يمني سابق وصحفي رياضي أرحب بضيفي سيد علي بداية مساء الخير مساء الخير شادي وليس هذا المشاهدين الكرام مشاهدي قناة بلقيس أهلا بك سيد علي نتسأل هنا كيف تابعت ما قامت به ميليشيا الحوثي من تنظيم بطولة إلزامية لللاعبين في نادي الأهلي والوحدة بلبس أطقم تحمل صور قيادات إيرانية وعلى رأسها قاسم سليمان حقيقة هذا التصرف من قبل ميليشيا الحوثي أثار ضجة كبيرة في الوسط الرياضي وفي العموم الشعب اليمني بشكل عام هذا الفعل أتى في وقت يتنفس اليمنيون السعداء جراء الرياضة والإنجاز الأخير الذي أحدثه وانتخاب الوطني للناشئين بعد التتويج بلقب بطولة غرب آسيا اليمنيون شعروا بأن هناك أمل من خلال الرياضة مستقبلا لكن الميليشيا حاولت بهذا العمل أن تبدل آمالهم وأن تسيس الرياضة بشكل أو بآخر حقيقة لا أفهم مدى تقبل هذه الأندية للمشاركة فيها كضابطولات وإن دل هذا الشيء فإنه يدل أن هناك أعمال إجبارية أو تسلط من قبل الميليشيا تقوم به على بعض الأندية أو بعض المناطق التي تقضع تحت سطرتها نادي الأهلي والوحدة تعتقد أنه كان بإمكانهم الرفض؟ لا هناك معلومة هما ناديي شعب صنعاء وأهلي صنعاء وليس الوحدة أعتقد أنه لا يمكنهما الرفض في ظروف كهذه وأعتقد هناك مصادر خاصة أو مصادر تحدثت بشكل كبير جدا أن الميليشيا عمدت قبل إقامة هذه المباراة أو هذه البطولة وهي ليست بطولة وإنما مباراة واحدة على ما اسمته الجماعة بطولة قاسم سليماني هناك مصادر تحدثت أن هناك الميليشيا عمدت إلى إقحام إدارات جديدة في هذه الأندية من أجل امتلاك القرار داخل هذه الأندية طيب فيما يتعلق بالعقوبة التي فرضت على الناديين هي مليون ريال يمني هل تعتقد بأنه كان لا يجب معاقبة الفريقين بالأساس كونهم لا يستطيعون الرفض أمام سلطة أمر واقع هناك أو أنه كان بإمكانهم برأيك وكانوا يستحقون عقوبة أيضا مضاعفة مقابل ما اقترفوه كيف تنظر إلى الأمر؟ أعتقد أنها عقوبة مناسبة نوعا ما عقوبة تأتي كتقديرا للظرف الذي يعيشه الناديين هناك إذا تم تقاهل هذا الأمر من قبل الاتحاد اليمني لكرة القدم كان هذا الموضوع سيثير ضقة أكبر وباعتقد أن هذه العقوبة هي مناسبة بحكم أن البطولة أتت في ظرف استثنائي بالنسبة للأندية وأعتقد أن في حال رفضا الناديين هذه البطولة أنهم كانوا سيتضررون بشكل أكبر خصوصا أن الأندية بشكل عام والرياضين بشكل عام في اليمن يعانون من توقف للنشاط الرياضي وأي بطولة تمثل لهم في الوقت الحالي سيد علي هما اليوم بموقع الضحية وبالتالي كان لا يجب يعني معاقبتهم وأقلها يقتصر الأمر على التنبيه والتحقيق في الأمر لا أعتقد ذلك لأن في حال كان هناك تنبيه شفوي فقط هذا الحادث لن تمر مرور الكرام وسيتم أيضا إقامة بطولات بنفس هذا الأمر سواء في صنعاء في عدن في بعض المناطق أيضا يتم حاليا إقامة بطولات بمسميات عدة لكن لم يتطور الأمر إلى أن تنظم بطولة باسم شخصية لا تعني لليمن شيء ولا تمثل أي معنى لليمنيين بشكل عام طيب أنت هنا برأيك كيف يمكن النأي بالنشاط الرياضي عن الصراع السياسي سواء في صنعاء أو غيرها من المحافظات النشاط الرياضي حتى الآن هو الأمل الوحيد لليمنيين الذي لم يتم إقحامه في المجال السياسي أو في الصراع القائم في البلاد حقيقة تقنيب الرياضة أو تسييس الرياضة أصبح يحاول بعض الأطراف تسييس الرياضة بشكل أو بآخر لكن ينبغي على الجميع أن يعلم أن الرياضة هي الأمل الوحيد لليمنيين والرياضة عمرها ما تفرق أو تميز طرف أو تعلي طرف عن آخر الرياضة هي جامعة للجميع وفي اليمن شاهدنا مؤخرا كيف استطاع المنتخب الوطني أن يقمع اليمنين كلهم على كلمة واحدة وفرحة واحدة وباعتقد أن الرياضة ساهمت في بلدان أخرى بتوحيد شعوب كثيرة وبإمكانها أيضا أن تفعل كذلك في اليمن نعم إذن وضحت الصورة أشكرك جزيلا شكر ضيفنا الصحفي الرياضي ولاعب اليمني السابق السيد علي نجيب كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من تعالي شكرا جزيلا لك مشاهدين نكتفي بهذا القدر ونصل إلى أختام حلقة تلليل أشكركم على حسن الإصلاة والمتابعة تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذا البرنامج الزميل وديعطة وهي من جميع أفراد طاقم العمل حتى نلتقى في أمان الله اشتركوا في القناة